نحن نعيش في فوضاء في التواصل على مستوى كل ما يروج في العالم الرقمي طبعاً كيفاش الحد من هذا الفوضاء هذي؟ الناس راكت يتشكوك يشوفوه في نفس الوقت ولا كيفان قولو شر لابد دامينه خلصا نفكره واحد عقلي اخرى أنه احنا عن طريق الانترنت وتوظيفه من الكل هذا مفترض أنه وانا كنت كتبت على هذا الشيء في بداية انتشار الانترنت هذا غير بفعل أنه توجد شبكة عنكبوتية معناها الناس كلهم متصلون كلهم متصلون هذا صيح أنا بيت العنكبوت هش وفي القتل بالعاكس منك تشوف المرة الأولى وفي القتل كدلي منك تشوف المرة الأولى الشبكة العنكبوتية طبعا هي هشة ولكن قوية في نفس الآن قوية في نفس الآن فيها توهيم كتر من الحقيقة تماما تماما فقلت أنه هذا الانترنت سيخلق إنسية جديدة ما معنى هذه الإنسية الجديدة أنها ليست الأطر لو أنه نعطي أخبار جيدة أو سلبية أو كده إلى آخرين لا هو أنه العوالم الجديدة التي ستشكلها داخل العالم كل شخص بحيث يكون عندك العالم الافتراضي والعالم غير افتراضي ولكن هذا كان مقدمة للوصول إلى شيء آخر هو أن هذا العالم الافتراضي والحقيقي سيطلقه ويختلطه سيكون ماء هايان وهذا الشيء الذي سيكون فيه الدكاء الاصطناعي الدكاء الاصطناعي الواحد ما يقدرش يفرق في حياته في يوم وفي ساعة اللي كعيشها ما بين ما هو افتراضي وبين ما هو واقعي هذا الشيء خطير أو السيد؟ وهذا الشيء يجب أن يدرس في الواقع على مستوى هذا الشيء يجب أن يدرس في الواقع على مستوى المشكلة دي المدرسة المغربية أخطأ الطريقة موحدة الموعدة كان أساسي جدا هو أنه تنشئات التربية على وسائل الإعلام ليس في الابتدائي ولكن في الإعدادي والتناول كان ضروري كان يجب أن ندرسوا يدروا مادة تماما تربية على وسائل الإعلام وانت كتخرج من الدار ديرك كتخرج مع فون من المدرسة من كتبشي الدار كتشوف التلفزيون أولا دابا الآن كان ذلك على السابق ولذلك كانت في فرنسا واحد ما قوله خرجات كدخل التلفزيون يمحو ما يتلقى عنه التلميذ في المدرسة كل نهار يمحي إلا وقعد ذلك كتيرا شو هم برمجوا في فرنسا وقالنا عارفوا الكنكات في أوروبا بالسبب للمشاهدة للتلفزيون الأمناء كانوا برمجينه بزاف كي يشوف واحد من اللحظاته خاصة البرامج المرتبطة بالطفل حتى تلك البرامج اللي واحد يجلس معاك وش هاد الأخبار هو بقي صغير ما عنده لاش كدخورة تنشيئة واركين لاش ما عندوش لاش كانوا يستفد في عن طريق كتاب إلى آخرين لأنه على كل سرعة سرعة دي الأخبار كيف تدخل في تلفزيون كنت ماشرش مع السرعة إدراك واحد اللي بقي صغير فهذا التربية على وسائل الإعلام كانت ما عندناش بالعكس كان مجافات بين وسائل الإعلام وكانت أنا في الواحد دياري إلا حصلك الحارس العام عندك جاريدة لا تستدعيك تقول لك لماذا هذا جاريدة وكان منظور آخر ولكن هذا يبين على أنه تربية كانت تربية تقوم ضد وسائل الإعلام حال التربية ما يشي على وسائل الإعلام هذا كان في الحقيقة مؤسف ولكن لأنه وسائل الإعلام كيف ما كنت قال هو واستمراري التمدرس بشكل آخر تقول لك الجاريدة أو التعامل مع الجاريدة هو استمرارية التمدرس طول الحياة هناك قراءة وفي أخبار تكمل هذا الشيء اللي قريتي تكمله عن طريق طريق وسائل الإعلام الآن ده بدخلنا للمنظومة أخرى عن المنظومة الرقمية ما يبقاش فيها قبل كان القارئ يعني مستهلك وينتهي كان يجب أن يفكر يجب أن يعطي المستهلك ما يبقاش هذا الأمر ده ولد ولد خلناه ودخلناه فيه ردود الفعل الآنية أي شيء تتعامل معه بشكل آني بإطارة بإطارة كنت تعني معه بشكل آني ويكت نقولك أي شيء تتعامله بشكل آني معناه أي شيء تتعامله بشكل وجداني ما كنت تسمى ردة الفعل وهذا ردة الفعل هي تبعدون على الفعل هذك شيء لش الوسائل الإعلام تنقل هي في مجال الفعل تنتمي إلى مجال الفعل ولكن القراءة ينتمون إلى مجال أردة الفعل الآن ليزاد عقد الأمور هو أنه الناس اللي على مستوى الشبكة العنكبوتية هم فيه الناس الآن يتلقونه ولكن في المستوى الآن ينشرون فهنا فين اختلطة الأوراق وخاصة أنه أنت معنك ش مركز يجي شي معي أو مركز تعليم أو مستوى معين داخل شبكة العنكبوتية يمكن معنك ش مركز يمكن أن تنتحل مركزاً ما ولكن مدام أنه أنت تتكلم من وراء حجاب لأن الناس لا تعرف بشو الواقع فإن كلك تقول أي شيء ولكن هنا هذا الأمر يجب أن ينظم لأنه لدخلنا المنظومات الحظ على التمييز كيف ما كان على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنس إلى آخرين أو الحظ على القتل أو على الكراهية أو تشهير مختلف صنوفي ولدخلنا الدائرة ديال الحظ من الكرامة الإنسانية ولدخلنا السب لدخلنا القذف كله راح يخضعوا تحت طائلة القانون والمتابعة ولكن راكت المشكلة اللي كين وأن كتير من الناس اللي تيديروه مديفلوغ يقول لك تأخذوني تناول الكلمة في الفضاء العام السيبراني معنى الأنترنت تيجيلوا هاد الأمور يتحب لهم بأنه فضاء مفتوح على الحرية بالكامل لا يمكن أن يكون فضاء مفتوح على الحرية بالكامل طبعا هو فضاء حر ولكن في مقاييس معينة لا أعطيك واحد من النموذج اللي اسمحتي نعم نموذج جريدة المود الفرنسية لذلك بالنسبة للمتابعين ديالها كنظر للنسخة الإلكترونية لذلك عندهم وضعوا ليهم واحد الإطار كتسمى واحد الميطاق أنه تلتزم به لا بغيتي تعقب تعقب تعرف تعليق تعرف تعليق على المواد المكتوبة لذلك كل شي مصطر بحيث أنه تيسني وكيدير لا تيديير جاكسبت هادي ديزا وعليك انت منحك واحد الفرصة والله يجوج أنك إخطأتي المرة الثانية كي حيدوك لا كي حيدوك كريم مبقاش عندك الحق يدخل وخير تجارة ومشترك وخيرك مثلا شوف تربية على الأخلاقيات مثلا تكناموذج مقتباس من هاد جريدة المون يقول لك أو تدي في الكتابات ديالك ما تقولش هذا إرهابي هذا الرجل إرهابي هذا الشيء يقوله من الجمهور ديالهم ما تقولش ولكن يقول هذا الشخص قام بعمل إرهابي قام بعمل إرهابي معنى العمل الذي قام به هو إرهابي أمو مش إرهابي حيث ذلك الحكم ماشي من عند القارق ما يمكنش تقع ليقدر يكون هو لأنه قدر الإنسان يروح للخطأ ولكن ماشي هو ولا هو الخطأ ومن بين الشروط أنه تكتب الكومنتر معنى التعليقات يجب أن تكون بلغة فرنسية سليمة معنى أي كومنتر في لغة غير سليمة كيف الحفاظ على الهوية عن طريق اللغة يجب أن تكتب الكومنتر في لغة فرنسية سليمة مثال الثالث وأنه لا تعقب على نفس المنشور أكثر من مرتين وخير دعليك شي واحد وخير دعليك شي واحد وخير دعليك شي واحد عندما لا تريدون ان يدخلوا ما يريدون ان يدخلوا هذا الشيء بحل هذا بورج بابل بقوا غير الأصوات والذي يتكلم طوال النهار تتعطيك الحق في تعليقات سوف تقولهم مشكلين مختصرين وكذلك يتمشي وتخلي المساحة للآخر شوف كيف تنظيم ذلك هذا تنظيم النقاش بالنسبة للجمهور ذلك هل يجب أن يتعمم على جميع المنشور؟ فيسبوك مثلا فيسبوك يعني ملاد ومرتع لكل الأشياء للعكس وهم عندهم بعض الشروط المرتبطة بالأخلاقيات ولكن هذه المنظومات الكبرى المنصات الكبرى اللي كنتسمى الجافام الجافام يعني كلهم فيسبوك وغوغل والآخر هادو ما را ما ننسوش بأنهم يحتكروا الفضاء العام من التواصل على مستوى المنصات على مستوى الانترنت وهناك أصوات تقول أنه في ذيل هذا الاحتيكار يمكنهم كلهم وخواب دائد أحيانا عندهم مداخل أخلاقية اللي يخصصك جاك سيبت إلى خيره وكذا ولا كانتش وحد التاسيينيالي يقول لك نبه بأنه عندك كذا تنبهوك أو تحيدو إلى خيره بعد الدراسة ما نعرف كيف تتم إلى خيره ولكن أحيانا تكون عندهم مواقف ومشي بالضرورة مواقف متلة أو فضلة بحيث أنه تقدر مستوى شي حاجة يحبسو لك المنشور ديالك أو يقلسوه يقلسوه في شهر واحد شهر أو لا شهر أو يقلسوه تماماً كلمة فلسطين أو فلسطين إلى خيره أو ما أولا تماماً لذلك بدأ الاحتيال كيف يقلسوه في فلسطين؟ كيف يقلسوه في فلسطين؟ كيف يقلسوه في فلسطين؟ فإذا كان يكتب فلسطين لكي يتحايل عليها يقلسوه فيلي ويقلسوه 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 لكي يقلسوه خوارزميات لا يضبطها فهناك رقابة على هذا المستوى وهي رقابة في اعتباري أنا غير أخلاقية إلا كانت مؤدلجة إلا كانت رقابة غير مؤدلجة أنا معاها معناه أنه تتسب أو تنتقس من قدر شخص ما غيرك بشكل عشوائي أو تخدش الوجدان الديني أو الشعور الديني هذا ممكن جداً لأنه كما تنقول ما ينطبق على الصحافرة ربما ينطبق كذلك على أي شخص أي واحد عنده أنا تنقول أخلاقية ديال الفضاء الافتراضي لقناة الانترنت هرا هي نفس الأخلاقيات اللي مرتبطة بحق ديال الصحاف ترجمة نانسي قنقر